. . . . . . يقدم الناس المستجرات وقال لدينا المعمول والكازة قال لنا وديره 13 مع البروفيسور وقال لنا الناس المحمدية ستبقى يستطيع للناس من المحمدية الكازة لماذا لديكم لا يوجد اخصائيات العظام ما يوجد اخصائيات اخصائيات وقالوا لدينا اخصائيات لا تعرفوا فعلمة وذلك المعده يعتبر المستخدمة المعده يعتبر المستخدمة وستعلمتها ومعينها الأنفاق كذلك لا تفعل الخباية والعبرة لا يجعلون أي خدمة في التحدث عن عدة حالات يجعلون مدينة محمدية لا يجعلون مدينة وما سوف نحن لديهم نحن نستمر وعلينا أي مدينة أداء حالة ونمتعد مستطلح ردينا لك أخوية لنرى ما سوف ندير لي في حالة ديالي من البعد قال لك أخوية شوية من البقاء وقصة معنا ديالت وقصة بعدي وطارت نرى ما سوف نديره فيه تسديد ونحن معنا ديالي ما سوف ندير لي دابع حاليا ما جرالي هذا قدم دالوا لي وحد من الفخوصات أخرين لقاوا عدو بأنه تكون شي وارهم في الظهر ديالو وذاك شي شي دالا شي أسبوعين تتصلت هنا وعالو معاجو موالو حدو أخر مرة شي أكثر من ذلك تقريبا أحد أكثر من أسبوع تقريبا تقريبا شي أسبوع 8-9 أيام تشيت هنا والأخ ديالو وكانوا الناس ديال بنور رشد تاهم ما قالوا الأخ ديالو وصافي هذا أخ ديالك رمعتنا من ديرو لي حل السيد قلت سيد كان يخصو يتعالج في الأيام الأولى عاود جدد لنا نفس الكلام قال لك رمع منا متعالج في الأيام الأولى دابع حاليا رخصنا نتسننا وتان شوفوا تاي جرالي الدم ديالو وتعيش ولي شوية لاباس ويتخفف على الألم اللي في الصدر ديالو والله 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 في التهار فلمتيني قلت للمعمولة دكتور ليس كبه خير قال لك المعمول من باش ممكان سوف أعطيكم المعطيات من باش ممكانت وما ممكانت قال لي ما في خبارنا ما هو واقع دكتور قال لي يا عدم الله وأعزركم أخها بحالية مرامات لماذا كنت تقول له دكتور قال لي يا رامات لا تشير ما نتفلش معك فيه يا كيفاش تمات السيد لماذا كان غير في قصر تولى فيه لماذا نقول لك أخويا تشلع طلاب حمى وكبير نفهم والله سوف يعطينا شيئا حاجة اللي يزوينا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتمل بين الناس الذين تبعوا حالة عبدالحليم الله يحموه عبدالحليم نعم شرح نينا ومشرح المغابة كيف كانت الحالة ديالو وكيفش تدهورات الحالة ديالو وكيفش ملقاش الإسعافات الأولية ومدرس للعملية وكيفش تدهورات الحالة السلام عليكم مجددا جميع الإخوان المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه كنشكروا الإخوان الصحفيين اللي كنتوا تماما الأوائل الصباقية اللي يجزيكم بالخير اللي انشرتوا الخابر ديال أخ عبدالحليم وانتمنوا من الله يجعل العمل ديالكم خالص لوجه الله مهم عبدو ربيه محمد النادر المنصق الإقليمي للمنظمة المغربية لمحاربة رشوح حماية المالعب بمدينة محمدية ونواحية أنا أول ما سقط الخبار ديال الأخ عبد الحاليم من بعد مكان زلق في الحمام وتصاب بالقصر في الرجل دياله الأيمن تصل به الأخ دياله وقال لي والأخ دياله يروق عليه وحد القصر في الرجل دياله الأيمن وديته المستشفى من الله عبدالله وقالوا لي ستخلص عليه وحد المبلغ ديال 150 درم ديال الله وبرونس حيث قالوا لي ما عندنا مش طبيب ديال الأعظم هنا في المحمدية اللي غاي شوف الحالة دياله من بعد الأخ دياله ما عندوش باش يخلص ديال 150 درم وباقي الصوائر اللي تعبعوا في سبيطار ديال بنورشد ماسكين لغالب الله عز وجل اضطر باش يرجعوا للدار من رجعوا للدار بعد مدة الأخ دياله كيتصل بيك أكثر من عشرة أيام جاي الواحد 15 يوم أو 18 يوم تصل بيك قال لي لكي انتي اصطرف الأخ شي إخوان شي محسنين اللي تعاونوا مع الأخ ديالي باش يعاونوا على حساب التكاليف للمس الشفى ودك شي دي مرحبارا نتصل بالإخوان الصحفيين اللي جزيهم بالخير باش يوصلوا للمساج ونمرة ديالورات الاحتمال لكن المحسنين اللي غايت تصلوا بيه ويتعاونوا معه فأنا الحمد لله المغاربة كما معروف عليهم الكارام معروف عليهم كيتتعاونوا مع بعضياتهم وكما كيقولوا الدرويش ما كيحس غير بالدرويش خوه الحمد لله أخ عب الحالي ملقى الناس المحسنين كما الإخوان والأخوات ديالنا المغاربة اللي كيقاوا المحسنين اللي كيوقفوا معهم فهذاك العمل رأى الله اللي غا يجلسكم عليه مهم سيفطولي الناس المبلغ ديال الفلوس باش يقوم بالفحاصات دياله ويكمل إجراءات دياله باش للأخ دياله يتعالج مهم من بعد كيتتفاجئوا ومين مشينا ديناه المستشفى رجعناه المستشفى مولاي عبدالله قلنا لما السيد عوده بحالي رأى الناس الحمد لله بغوا وقفوا معاه محسنين اللي غا يخلصوا علي ذاك الواجبات وتكاليف ديال المستشفى رفضوا لنا الناس المستشفى مولاي عبدالله لسبب قلنا لك اودي حنات السيد دابا من قاعدنا من ديروا لي بتصريح من الدكتور ديال العظام بمدينة محمدية قلنا لك الحالة دياله والدهورات والرجل دياله والتنفخات ما يقدرش نتحمل مسؤولية دياله ونقرب لي اناها قلنا للمعمول قلنا لك اودي مغان ديالله انتشاط طبيب ديال العظام جاءوا الناس ديال متسعجلات قلنا للمشن المعمول قلنا لك اودي دياله والكازا فعلا شينه دياله الكازا تصلنا لناس ديال المجلس والله يجهزيهم بخير على هذه النقطة بعد يكين مو يمتعونوا معنا اطاون الاسعاف دياله والله يجهزيهم بالخير دياله السبطار ديال البنه رشد بالدار البيضاء من بعد ما شافوه الطاقم تماطيب ديال العظام قلنا قلنا تسينة وحد مدان تساشروا مع من بعد تقريبا واحد ساعة جاعدنا واحد طبيب من البينات الأطيبة قال لنا ديارة تستاشرنا مع البروفيسور وقال لنا الناس المحمدية غيب قوي سيفطلنا الناس من المحمدية يركازها لماذا اشتركوا معكم؟ شراكين يتم الأخصائيين للعظام قالوا لنا ما كنشو لكننا لا عارفين ونحن أولا بيتك السبيطار منكم وعارفين الخبايا دياله قالوا لماذا حلالت الخبايات؟ قالوا رمالنا من المدينة سبيطار من عبدالله لم يجب غيب خدمه سوف إذن تم التعالج من قبل مدينة محمدية لم يجب غير خدموا هذا حالت كظائر وإحنا نبقوا ديما ندرق عليهم ديما نبقوا أي حالة سيفطوالين نبقوا نخدموه إحنا هم باركين تمه بذ مصطالح والله شاهدون على ما أقول إحنا اللي كيجيين من المقبرة معرفناش وش ندركوا أدلاش هي ولا ما ندركوا أش كما قال رسول صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحتك فلا تنتظري المساء وإذا أمسيتك فلا تنتظري الصباح إحنا كلنا في الدنيا إحنا ديزين رأي إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جرية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وإذا مات ابن آدم أيضا يتبعه ثلاث يتبعه ماله ويتبعه أبولاده ويتبعه عمله فيرجعان أثنان يرجعوا المال ويرجعوا العمل فيرجعوا للمال ويرجعوا لأبناء فيبقى معه لعمل أي واحد مسؤول فليتقن الله في عباده أي واحد نرجع المهمد إذا أردوكم محمدية ماذا قالوا لك؟ قالوا لماذا رجعت السيد قالوا لماذا رجعت السيد لسبب من الناس من الهيد والبن روش ومن الناس حاضرين في المجلس السيد ومن سيارة أسعاف أسعاف الذي يشمعنا النار لأول سوى حاضر وسمع كل شيء من ودنية قالوا لقد رجعت السيد رخصوا يتعالج في المحمدية نحن ما عندنا ما نديرو لي هناك كأزرة كبيرة ويأتي من المناطق ولم يتعالج في المحمدية ما أحدث سيد رجعت السيد وردينا للتار ورقنا للتار ورقنا للتار ورقنا للبن رشد ورقنا للبن رشد caso مشيد ما هي وقل بيت المحمدية. تجمعنا انها سيديان بمحمدية و 330 رديد وردتهم لم وأنتم عن جديد تشقق سبايطار في مولاي عبدالله. بعد نهار أو يومين. من بعد. شي ترواجه وقت قريبا واقع لش تلتة أيام على مقادن. من بعد. تصلوا بالنس دير ابنورشد. قالوا لما ودي أحاولوا كيف يشدوه. الناس دير ابنورشد رفضوا ليهم. عاودوا ودوروا تليفونات. سابطونا لوحد سبيطار دير حي مولاي رشيد. سابطونا لدينا. في الجنة قوموا بتصيد. لما كان يحصلنا لدينا. فعلنا سابطا الناس دير مولاي رشيد. من بعد. تصلوا بين النس دير مولاي رشيد. قالوا لنا. لدينا تنتظر لدينا. احنا ما لدينا احنا لا يش. اوازيم لغان قونا بها تسيد. سابطونا ابنورشد. عاودنا امرو لنا وحد الرابور وحد لورقة دينا البنورشد. من رجعنا البنورشد. قوشت دينو تم دخلنا لواحد. جناح ربعة اختصاص للعظام. من جناح ربعة اعود وقال لك تم نزل قسم جناح ربعة سيد رجلة نفخات خصنا نديروا لي شي راديوات وشي ليريم وادك شي ديروا لي شي ليريم وادك شي القواب بان الحالة ديالو الدورات ورجعت للور من بعد ما السيد بقى كيعاني كيعاني والحالة ديالو مسكين الدورة الدموية قالت ما بقاش الدم كيدور لانه واحد فترة هو بيرك ربسيب الدم غايب قاش دوره لقيت بارك في واحد الكرسي من الصنار كينسار يحسب الكلاكاش كي شده في رجله وما بالوك بايام وايام رفا لا حول ولا قوة الا بلاي العادي دورة الدموية قالت عودوا عوداني شافوا خرجوا لي نشيد واخر قال لك باش يجرى لي الدم من بعد ما جرى لي دك الدم دالوا لي واحد الفحوصات اخرين لقاوا عدوا بانه تكون شي واران في الظهر ديالو وادك شي مهم قاوتي قولوا لينا باس سيدة وحد سيدة محسين الله جزاء بخير شرات لي المسائل اللي كسب ليه طبيعي باش غي يفتح ليه الحديد وذلك شي من بعد قال لك اودي حمامان قدروا الشاشرين لتوال اخ ديالو خلص رباقي عدوا لدابة الروسي باش خلص الحديد الواجبات ديالو قالوا لي دي برما عدنا مش لتنديروا لي دابة سوتان شوفوا الحالة ديالو بما ولا عدوا شوي جهدوا ولا عندو فين ديروا لي العملية اللي عنا للسيدرة الدورة الدموية والمدة اللي بارك فيها والحالة الدورة ديالو رجعت للور بزيف عموما ديالو طاحت الاخر حبيس هذيك حلوة بس مطاحت ديالو ديالو بنور رشته خويرته وادراب فيه تقريبا واحد جهيل اسبوعين وما يزيد تقريبا شي ديالو تقريبا شي اسبوعين اه 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 تتوصل تنا تقريبا شي اسبوعين اه اه اية يا التساعي حزنه واندره من الرشد تناولي الحديد يا اخي ديالو و immigration قرأ لكم امن اتيو ديالو كان فنبدو لي ونبدروضهم على الذي ؟ قالوا لي لم دحد obesورui خليفهم يعبدو لي أننا لم ن نقلب تحناية قال기가 تمنا complete O poder ليه تيتهاek mشحوة ليس نرى الناس نق 커�تراحي لو سيتو سبطان سبطار اصباد واندر الغر رانتم ب puesto آculo 2 جهازنام نحن أنواف ، سيعلموا أيضا عن التسجيل أو الحقوق للإعداقت الحكومة هذا المشاهد في الشغ стала الإصمار قسم 11 وأنا قلت بثير من السلام عليكم وقال لي وعليكم السلام وقلت بإعادة لمعرفة الحالة التي حاطتنا بسبيطار وقال لي مرحبا ومشينا فعلينا ونصدقه وقشنا الماجور المسئولة في قسم 11 وقال لي بدي السيد رايشان قلل لكم السيد كان يتعالج في الأيام الأولى وقال لي بدينا انتعالج في الأيام الأولى حالياً رخصنا نتسننة ونرى كلُن يجرالي الدم وستخفف على الألم في صدره وكلَه في الظهار فهمتيني قلت للمعمولة دكتوري لازكب الخير قال لك المعمول مهم بش مكان سوف أعطيكم المعطيات بش مكان أنا مقامت تأصل بك فعلاً سيد مبقى تأصل بي أما هو الأخ قال لي يعطاني الكلمة بأنه قادت تأصل بي قلت قادت أنا مرة مرة كنت أتصل بي كان سؤوله للحالة الأخوة بالحالين في الوصلات حتى البرح كان وقع لي وحد القصر في يدي الحمد لله قدر الله وما شاء فعل أخي ديالو التاصل بي قال لي أنت ممكن أخي اسم حمد تسولينا ذلك الماجور ربغينا نجيو نشوفوه قلت لي واخا مرحبا تاصلت بالماجور قلت لي دكتور ليز كبير خير أخي ديالو ربغي يجيز من ميس وولو بغي يشوف الأخي ديالو في النوع وش باقي عادكم في القسم الحداش ولا شنا هو قال لي يا بحمد كبير المسترى قال لي وش ما في خباركم وش قلت لي شنوق قلت لي ما في خبارنا وش باقي عادم الله وأعجركم مرأ الأخ عب الحالي مرأة مات قلت لي شكولت تقول لها دكتور قال لي يا رأة مات قال لي شكرا ما نتفلش معك فيه يا كيفاش تمات سيد وش كان غير في قصرته ولا في وش هنقول لك أخويات شلع طلب حمدك بيد مفهوم والله ركي يعطينا شي حاجة اللي زوينا كانت منه ومنه مسؤولين وليديرو الواجب ديالو وش بحل ديالو بكاديكس الماجور أنا مخليل الهاتف من نمرة ديالي والسيد اللي تم مناعز عب الحاليم عنده واحد صاشية ديالو وكينا في الفوتوكوب بيديالا كارد وفيها واحد تليفون عادي وصيد كي تصلوا بأخوته وولاتي واحد ولا من موجيب كيفاش تماتي نوامر كين هو كاتب عليهم الأخ ديالي المهدي كاتب الأخ نوردين كاتب فمتين اسميات السيد الحمد لله كان قاري مشيش واحد لي أمي ولا شي حاجة كان كاتب اسميات ما تصلوا بنا موالو احتصلت بيهم من البارح من اللي تصل ضمن بلادك الفاجعة ديال الموت ديال الأخ عب الحاليم إن لله وإن إليه راجعون رسالتي كان طلب من صاحب الجلالة نصره الله رشع بديالو كي بغيه وكي حب البلاد ديال نط وكي موت على البلاد ورمس ساعد للتضحية من أجل هذه البلاد ولكن ركن طلب منك صاحب الجلالة بشهد الناس المسؤولين لا من وزارة ولا من أي واحد في الشي منصب بش يقوم بالواجب ديالو للمواطنين ركي عاني وفي الصمت في الصمت شديد خصوصا في الصحة فيما جاء الناس ركت عاني غير من الشغل وكتلقى مساكن ما لاقينش مياكلو ولكن ما بالو كملكتفصل الصحة رتاج فوق رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته